منذ عام 2018 أضلقت وزارة زراع والشؤون الرفية الصينية أكثر من 20 برنامجا ترويجيا لتنسيق إنتاج وبيع المنتجات الزراعية من المناطق الفقير ما يساعد على أكثر من 700 محافظة الفقيرة على بيع المنتجات الزراعية بقيمة تزيد عن 50 مليار يوان كما وجهت وزارة أكثر من 50 سقا لجملة للمنتجات الزراعية على نتاق واسع لإنشاء مناطق خاصة لمنتجات زراعية من مناطق الفقير في نفس الوقت وديت الأولوي لتسجيل أسناف المنتجات الزراعية من المناطق الفقير يتم تشجيع القرية في المناطق الفقيرة على الحصول على شهادات لمنتجاتهم الزراعية الخطرة والأضوية بألام جودة وتما إنشاء قنا خطرة لهم مع أي أفايم رسوم أو تخفيضها كما نفذت وزارة مشروع وصول المعلومات لقرأ والمزرعي من أجل تأزيز خدم المعلومات للمناطق الفقيرة بشكل شامل كما رفعت معدل إعنات لبناء مرافق تغزين لسلسلة تفريد في المناطق الريفية الفقيرة بنسبة 50% ما يوافر ظروف موطية للبيع خارج أوقات ذروة للمنتجات الزراعية طازج من المناطق الفقير